احمد الله رب العالمين في بيوتكم في متى هذا الموعد من كل اسبوع من البيوت الامنة أدعو الله عز وجل في بداية هذه الحلقة ان يؤمن بيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا العربية والاسلامية وان يحل الامن والسلام في ربوع العالم الاسلامي ان ربي ولي ذلك والقادر عليه اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا وغفر لنا وارحمنا وانت خير الوافرين امين يا رب العالمين ثم اما بعد الانسان كما قال صلى الله عليه وسلم وتكلم عن مضغتين هامتين في الجسد ان صلحا صلح الجسد كله وان فسد فسد الجسد كله فقال عليه الصلاة والسلام اللسان او القلب او القلب واللسان حقيقة الامر اي جارحة من الجوارح يعني عملها شيء جميل وطيب ومؤثر لكنها قد تعود على الانسان خاصة يعني العين عندما تنظر هنا وهناك او او يعني اذا غضت عن محارم الله او غضت عن عيوب الناس هذا شيء طيب والاذن اذا لم تستمع الى الغيبة والنميمة والخوض في اعراض الناس ونشر الفتن في المجتمع ويعني اشاعة الفوضى في المجتمع عن طريق ان نستمع الى الاشاعات من هنا وهنا شيء طيب ان تكفر يد عن اذاء الناس او عن كتابة مثلا اذا كانت مهمته ان يكون كاتبا ان يكتب بيده شيئا يوضع له في ميزان حسنة هذا شيء طيب وان خط شيئا اخر يوضع له في ميزان سيئاته فهذا يعود عليه القدم كذلك فالجوارح قد تعمل لصاحبها اما القلب بالذات فلا يعمل لصاحبه فقط لا القلب طبعا واللسان لان اللسان ده مترجم عن ما في القلب القلب ده عبارة عن مخزن مستودع واللسان معبر عن ما في مكنونات القلب فانا لو قلبي الاناء مليء بالعسل فانا ادخل المغرفة او الشيء اللي اخذ من هذا الاناء لن يخرج حنظلا ولن يخرج قطران او يخرج سبحان الله رمل انما اناء العسل اذا اخذته منه اخذ عسلا فاذا وضعت في هذا الاناء شيء اخر فالمغرفة تأخذ الشيء اللي اغترب به يأخذ من هذا الاناء فاذا رأينا انسان بذيء اللسان يبقى لازم يكون بذيء القلب اذا كان انسان وضيع اللسان يبقى وضيع القلب اذا كان منحط اللسان يبقى منحط القلب اذا كان سبحان الله زكية اللسان يبقى زكية القلب اذا كان قلبه فيه الخير تظهر على لسانه كلاما طيبا انا قضيت ان فلان لا تغضب منه فهو قلبه طيب وابيض ولكن هو لو فلتا نقول لا 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 يصلح قلبه لان لو صلح قلبه مش صلح لسانه بس لا صلح الجوارحه زك قال صلى الله عليه وسلم اذا صلحه صلح الجسد كله واذا فسده فسد الجسد كله المنبع والمخرج القلب واللسان تكلمنا عن اللسان كثيرا البيوت تأمن والمجتمعات تأمن ونحن نتكلم عن البيوت الامنة عشان الصراعات القائمة الان في العالم كله نتيجة القلوب المريضة والقلوب السقيمة والقلوب الميتة والقلوب اللي عليها غشاوة تعالوا كذا نذكر بانواع القلوب وعجائب القلوب وانت ولدي المشاهد وابنتي المشاهدة والذين يحبون ونحبهم في الله انا هصف قلب قلب يعني اذا سمحت لنا الحلقة واختها بهذا وشوف انت قلبك تبع منك والله ان كان قلبك سليم اسجد لله شكرا ان كل واحد فينا بيدعى ان قلبه سليم النصاب يقول لك ان قلبه سليم والحرامي قلبه سليم والذي يفتري في قلق الله سليم والذي بيبقى بعشرين واتش وهنا يجلس مع المصلين يقول لك اه الصلاة يا سلام اذا جلس مع المزمرين مزمر مع المدخنين مدخن مع الفوضويين فوضوي هو ما شاء الله ملون علوان قوس القزحة ليس سبع علوان لا ده هو سبعمائة لون كل يوم بلون كالحرباء الحرباء مصيبتها ان وقفت على الاخضر تصير خضراء ووقفت على البني تصير بنية يسموها في علم الحشرات وعالم الحيوان صفة المماتنة المماتنة اللي هي التلون بكل سطح تقف عليه فان جلس مع اهل الخير يقول يا سلام الشيخ عمر ده فيش منه هو الموردين بتوع كلموا في الله كلموا كلم جميل يروح مع اهل اللي مش عارف الفوضى يقول يا شيخ ساعة الحظ لا تعوض وهكذا هو يعني سبحان الله لكم لكم عليكم عليكم كما يقول اخواننا باللهجة العامية اولا اسلم القلوب وانقى القلوب وافضل القلوب بعد قلب سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القلوب السليمة وده اول نوع من القلوب يعني الفوضى اللي في العالم كله عشان القلوب غير سليمة والعجيب ان المليار وخمسمائة مليون الا واحد يعني ما مليار وخمسمائة مليون الا واحد الواحد اللي يقول ايه يقول يا اخي القلوب ما اصبحكش سليمة الناس قلوبها غير سليمة تمام يصرف مين يصرف المليون 499 999 ألف بني آدم ما عدا هو هو بس اللي صاحب القلب السليم مع أنه لو عرض على أستاذ قلوب أستاذ قلوب يعني شوف ضيق الشريان والصمامات وغيره لا هو يرى صمامات الإيمان فيه فهو لا يرى قلبا سليما في العالم إلا قلبه هو بس أنا قلبي قلب عثمان بن عفان يقول هكذا أنا قلبي قلب أبي الدرداء قلب عبد الله بن مسعود يا الله يقول لك من الناس والناس يقولون عنه هكذا طيب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إبدا القلب الوحيد المقبول عند الله يوم القيامة سليم من إيه أول شيء سليم من الآفة الكبرى الكبر إذا كانت الخمر أم الكبائر فالكبر أبوها نقول لك أبو الخامر أم الكبائر هكذا يقول عنها صلى الله عليه وسلم الكبر أبو الكبائر لأن المتكبرة لا يرى إلا نفسه وشايف أنه من صناعة خاصة ومن طينة خاصة الناس لحروقين من طين لا هو أنا غير يا رجل أنا مختلف أنا أصل الناس يا إما مثلي يا إما أن يحاولوا أن يكونوا مثلي يا إما لن يكونوا مثلي يا سطر يا رب طيب أنت لما تشيل تحذف هذا الإنسان وتضع إبليس طيب إبليس يطلع متكبر صغير بجوار هذا المتكبر الكبير حتى ربنا لما تخلم عن الكبر والعلو العجيب أن الإنسان أهم ما ياخدش باله قال إن فرعون على في الأرض مش على في السماء لا على في الأرض طيب في حد يعرف الأرض تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يردون علوا في الأرض ولا فسادة ولا عاقبة للمتقين إذن العلو الذي في الأرض ما في الأرض ما مش علوه في واحد يعرف الأرض اللي عايز يعرف يطير تطلع فوق سبحان الله لكن هو لا يستطيع إذن القلب السليم أول علامة له فواضع صاحبه يرى أنه أقل الناس وأكثر الناس ذنوبا وأنه هو مقصر من ناحية الإسلام ومقصر من ناحية دينه ومقصر من ناحية وطنه ومقصر من ناحية مؤسسته اللي يعمل فيها مقصر من ناحية زوجتي وأولاده مقصر من ناحية جيرانه أول ما يشعر بالتقصير يبدأ إنسان متواضع أول ما يشعر أنه هو متكامل يقول لك بعلمك عارف الوزارة دي من الوزير لغاية الرجل الحارس اللي وقف على الباك على النغيانة أنا اللي شاء المؤسس عارف يوم ما يحاولين للتقاعد المؤسسة اللي تخرج والوزارة دي لا إله إلا الله هو عمل أنه مدار الكون كله وعشان هو مدار الكون قاعد يوزع على الناس جنة ونار يقول الله ابن أخوي ده أنا أشك أنه داخل الجنة ابن أختي ده يا الله أنت معك المفاتيح وأنا مش عارفين إذن المصيبة الكبرى أنه يرى أن نعينه فوق الناس عارفين عمر ابن كلثوم لم يقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كذرا وطينا إذا بلغ الرضيع لنا في طعما تخر له الجباب لساجدين يا الله يا الله هو لما يشرب يشرب ماء صافي أما غيره دول ناس أو باش السوق والدهماء وبالنسبة له لأنه متكبر يرى أن الناس لازم يشربه كذر وطي لما الرضيع عندهم يفطم عند سنتين الجبابرة بتوع العالم يجوا يسجدوا له تخيل الرضيعهم ده ما شاء الله عليه ده دخل على الثانوية العامة ولا على كلية الحاسوب ولا ما نستعمل في إيه هو رضيع أو مفطوم وسجدوا له الجبابرة أما لما يكبر شوية تخيل هذا الكبر العربي الذي في غير موضعه جاء الإسلام لينهي هذا ليتهي سبحان الله يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار جعل صحابته يسيرون أمامه ويقول خلوا ظهري لملائكة ربي لأنه كان لما يمشي الأرض تطوى له طي كأن ما ينزل من منحدر يعني كانه نازل من جسر يعني من منزل فالأرض تطوى له عارف المطارات لما يجد السير الكهربائي أنت بس واقف والأرض تتحرك تحتك هكذا كان صلى الله عليه وسلم فعشان لا يجهد أصحابه تواضعا منه سبحان الله يعمل إيه يخليهم يمشوا أمامه عشان لا يجهدهم في المشي لأنه ربما ياخد باله أنه فيهم ضعيف فيهم متعب فيهم مريض هكذا تواضعه صلى الله عليه وسلم تروي ختب السير أنه ما رؤيا مادا قدميه بين صحابته قط لما يجلس كده ما يمجلش رجل أبدا سبحان الله وإذا وصل إلى المجلس جلس حيث وصل به المجلس لما يصل إلى المجلس يجلس أنه كان ليس له صدارة سبحان الله وكان يقول أدلكم على رجل من أهل النار يا سطر يا رب رجل من أهل النار من يا رسول الله قال رجل جالس وبين يديه رجال قيام لا إله إدى الله إحنا كدنا كلكم دي آدم وآدم منتراب أول الأعراب ما شافه قالوا هذا رسول الله ظهر ارتبك وارتعش طبعا رسول له حيبة أنواره صلى الله عليه وسلم تصطع فارتبك الرجل قال له واضعا يده الحنون على كتف الرجل هون عليك ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة الله يعني أنا أنجبتني واحدة صالحة اسمها آمنة بنتوها كانت تأكل القديدة يعني أنا من الناس لست عينة خاصة وهذا ده من عدية القوم وما لتأكل من إيه من سفلة القوم الإنسان يعلو بأخلاقه يعلو بدينه يعلو بتقوه لله يعلو بتوتره على الله أما الإنسان يعلو بكلمات ولا بذراعه ولا بقتل الناس وإذاء الناس ماذا يقولون لرب الناس يوم القيامة أول صفة يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون إذا من أتى الله بقلب سليم إذن القلب السليم ده أول صفة فيه أنه قلب شخص متواضع إن كان بين الناس فكبير الناس له أب وصغير الناس له أب وأوسط الناس في عمره له أخ فهو بار بأبيه واصل لأخيه عطوف على ولده هكذا فمع الناس وبعدين ينظر إلى الناس على أنهم أحسن منه يقول يا سلام فلان ده أنا مولود سنة ستين هو ما شاء الله مولود سنة أربعين يبقى بإيه بعشين سنة طيب المولود سنة أربعين ده عشين أحسن مني عند الله لأنه سبقني بالحسنات على مدار عشين سنة طيب إذا كان العكس هو اللي من مولود ستين هو مولود أربعين والثاني أقل منه عشين سنة من مولود ستين يقول ليه يقول لا اللي أصغر مني ده أفضل عند الله منه ليه عم يقول أنا سبقته بالذنوب أنا سبقته بالذنوب وإذا كان في عمره يقول أنا أسوأ منه لأنني أعرف من الذنوب ما لا يعرفون وهذا علامة القلب السليم أن يرى نفسه أقل للناس وينظر في الدين إذا من هو أفضل وينظر في الدنيا إذا من هو أقل يعني لما يلاقي واحد سبحان الله يعني هو في الدنيا ركب على أقدامه سبحان الله يقول الحمد لله إنه عند صحة وبقى يستطيع المشي لفيه واحد ما عندهش صحة ولا يستطيع المشي مشاول ما هو يمشي على جديه نظر للراجب السيارة مماليين يا ابن الحلال لا تتطلع إلى ما عند الناس لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة للدنيا لنفتنهم فيه إذن وجب عليك وجب عليك أن لا تستقل نعمة الله عليك ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر ونحن نتحدث عن القلب السليم سلم الله قلوبنا جميعا أرجوكم بكل منا بعد الفصل نواصل عن عجائب القلوب والقلب السليم وغير السليم سلم الله قلوبنا بفضله أهلا بكم مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى وما زلنا مع القلب السليم الذي خلى من الكبر أو خلى الكبر من صاحبه أو ابتعد صاحبه عن الكبر فيرى الناس كلهم أفضل منه وده علامة القلب السليم الحقيقية لأن أول ما أرى أنني خير من فلان خلاص صرت إبليسي النزعة الجينات الشيطانية أو الإبليسية هي التي تضيع على الناس الأعمال الخيرية ليه؟ لأن دائما للأسف اللي شاف نفسه أفضل من هو شاف نفسه أفضل من زوجته شاف نفسه أفضل من أخيه شاف نفسه أفضل الله هو صاحب الجنة ماذا صنع قال أنا أكثر منك ماذا أعز نفرا فلما الكبر دخل قلبه أصبح قلبه بالسليم قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وبعدين فلو دخل جنته وهو ظالم لنفسه جي منين الظلم لأنه متكبر ظلم روحه لأن الإنسان يجب أن يتواضع ليه يتواضع لأنه من الطيم هو في طيم ندوس عليه يتكبر يعني يعني امشي طر ان استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفاة العباد يعني أنت عايز تشعر أنك مهيز صير في الهواء لأنه غلط أنك تعيش على أرض الناس يعني عيش مع الناس أنت منهم فإذن القلب السليم قال ليس فيه هذا الكبر لا يعرف هذا القلب الحقد ولا الحسد ولا الضغينة ولا البغضاء ولا المقر ولا اللف ولا الدوران قلب كده لما تعصره يقتر محبتا للناس بس بإيجازة يحب الناس عنده محبة للناس لا يكره الخلق بالعكس يحبهم في الله وإذا أبغضهم يبغضهم في الله يعني يعني أبغض عمله مش أبغض الشخص يعني ليت واحد مثلا جار لي وإذا أبغضهم في الخبر لا يصلي لأبغضهم كشخص أنا ما لبيه ربني يهديره حاله هو أفضل مني عن ضدم عارف أي واتوب اليوم ما حصل مني مئة مرة لكن أبغض عمله أبغض أنه لا لا يشرب الخبر حديث من الصلاة لا فالمؤمن يعني يفتح صدره وقلبه لمحبة الناس في نوع من القلوب اللي هو القلب الساكن ما بنقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه يبقى ينزل السكينة الله لما ينزل السكينة في قلب عبد يخليه أطمئن إيه اللي رعب الناس العالم كله يخوف العالم كله يخوف العالم كله كله يقول لك إيه في الغد لن نجد قطرة ماء لنشربها في الغد سوف تقلل نسبة الأفسير خلاص يا عم ما تقول لقيامها تقومه خلاص تحتها هتقس الناس بالرحمة الله لما فيه حياة يبقى فيه ماء مفيش حياة مفيش ماء أو مفيش ماء مفيش حياة إذا كانت هي الأسباب يعني لما رب نعشاء بزوال هذا الكون خلاص يعني يعمل زي يعني كده يقطع عليهم الرحمة المعقول يعني هذا الكلام لا تجأس الناس يا عم طالما فيه حياة فيه أسبابها مفيش أسباب خلاص رب نسلم على أراد بالناس عمرا آخر يعني خد السكينة تنزل إلى قلبك لا تخف من الغد يقول آه لو أن المدير اللي لم أنافقه أو الوزير اللي لم أعطي قصيدة كلها متح ونفاق لا يرقيني وقد يستغني عني يقول يبارسكوك عند المدير قال ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون يعني إلى البنك المركزي ولا غير المركزي يصل إلى إلى السماء اللي فيها مصدر الرزق لأن الرزق تنزل من من فوق ورزقه كما قلت لك يسعى إليك وأنت لست تسعى إليك هو جيدك جيدة يا ابن آدم لو ركبت الريح لتلحق برزقك لراقب الرزق البرق فسبقك ثم دخل في فمك ولو فررت من الرزق فرارك من الموت لأدركك الرزق كما يدركك الموت هي دي سكينة القلب الناس كده في رعب وقالك آه لو بقرة أحالون على التقاعد أروح فيين ولو فصلون للعمل منين نطع من العيال الله هو أنت لا تطرح من العيال خلاص إذا كنت تطرح من العيال طب ما تطرح من الناس يا ابن آدم سيدنا عاري في خطة جمعة شهيرة له قل يا ابن آدم انغرك غناك فارزق عباد الله يوما واحد ها أنت مليار دير عندك ستين سبعين مليار مائة مليار خمسمائة مليار تبرزق الخلق يوم واحد سمع مليار دول أكلهم وشربهم واكسهم وعمل لهم ويسر لهم يا أخي لا تستطيع وإن غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك انت لا تقوي يا ربي أنا ضعيف فقو يا ربي في رضاك ضعفي يبقى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليه ليزدادوا إيمانا مع إيمانا السكينة تخذ الإنسان يترقف الإيمان لا تخف من الغد الغد يا ولدي ويا ابنتي إن كان من رزقك إن كان من عمرك رزقك جي لك جي لك بعز عزيز أو بذل ذليل وأعلم أن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره الرزق جي يعني الرزق جي يعني مثال الرزق ناس أظن أنه المال السائل المال في يدنا أبدا ده نوع من أنواع الرزق الزوجة الصالحة رزق الولد صالح رزق والبنت الصالحة رزق والسكن والأمن رزق والطمأنين رزق والسلام الاجتماعي رزق والحكم الصالح رزق وإخوانك في الله رزق ووجود خمس يعني خمس مرات أذان تسمعه بأذنك هذا رزق تحبب في قرارة القرآن رزق الناس تحبك هذا رزق ده أنواع من الأرض ما يعني أنت ركزتها في في الرزق السائل ده نوع نوع لكن أن ترزق الإيمان وده أحلى رزق أحلى شيء أن ترزق الإيمان بالله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليه؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانا فالذي ينزل السكينة إنما هو رب العباد بس في نقطة لما أنت تسكين قلبك بيقينك فيما عند الله السكينة تنزل عليك أما إذا كنت مشوش وقلق وخاف من الغد من الواجب ألا تخاف من الغد بالعكس بالعكس قال شاعرنا كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضى ونعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلا ربما تسعى النضيق وربما ضاقى الفضى ولا رب أمر مسخط لك في عواقبه رضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا الله كلام الحكمان جميل يعني يعني لا تكن متعرضا يعني ما تعترض على الأحكام قل يعني الولد ده مريض بكر يخف إن شاء الله ويشف البنت دي قال يعني إن شاء الله رب نيعيش صلى الله أمره الولد ده متعسل في الدراسة رب نيعيش أخذ بيده المرة دي لم تنجح لن فيش مشكلة يعني إذن القضية خليها على الله ورب العباد سبحانه وتعالى إذا أعطي الأمر كان الأمر عنده بين الكاف والنوم كن فيكون ليه لأن الأمر عند الله لا يحتاج إلى وقت ولا إلى أسباب ولا إلى مسببات إذا أراد شيئا خلاص انتهى الموضوع فتديما ادعو الله أن ينزل عليك سكينته لما تنزل السكينة على قلب المؤمن الله أكبر في نوع من القلب القلب المهدي قلب المهتدي ومن يؤمن بالله يليهدي قلبه الله يعني ما يقول لك يا أستاذ ما احنا كلنا مؤمنين بالله يا أمي احنا نؤمن بالله ساعة الرخاء ساعة الحالة فيها بحبوحة أول ما نمرض رأى ألم صدري قلبي دماغي عيني لا إله إلا أنت يا أخي لمن تشكو يا أخي خليقي عقوبي الملهب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله خليش لك وهد الله مش كون دي ما توقع للزوجة تشريكي مع الجيران تشكو مع الزملاء في العمل تشكو طب بعدين أنت تشكو من تشكو الأقدار لصاحبها سبحانه تشكو الدنيا لخالقها يا أخي السيدني عقوب قالوا تالله تذكر وتذكر يوث حتى تكون حرضا أو تكون من الهاركين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله وأنا بشكو لكم أنا بشتكي إلى الله شوف شكواه لما يوصلها لله تحل تحل لما ترفع أنت أمرك إلى رئيس الدولة أو إلى الأمير أو إلى الحاكم يكون سبب في حاله فما بالك بمن يرفعها إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى خلق ترفع الشكوه كيف تلت الأخير من الليل قم كده لله وصل ركعتين وأنا أؤمن الأمة كلها كل المشاهدين والمشاهدات أن يقوموا بالليل فرادة وجماعات ويصلوا صلاة تهجد وصلاة حاجة بكشف الغم عن أبنائنا وابناتنا في سوريا ومش في سوريا وبس وفي العراق وفي لبنان وفي السودان وفي اليمن وفي مصر وفي الجزائر وفي كل ما كان في أرض الله لأن استجلاب الرحمة الإلهية بكثرة الدعاء إن دعاء السحر هو السهام القدر أدعوا على الظلمة وأدعوا على أن ربنا يؤمن المسلمين في بيوت مواجهة عن بيوتهم آمنة في نوع من القلوب أيضاً القلب الخاشع يا سلام القلب الخاشع ده إيه؟ يعني قال ربنا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزر من الحق لما تقرأ القرآن وتشعرش أن قلبك كده خشع وخاف من آيات العذاب ورجاء آيات الرحمة إبقى قلبك بعيد بعيد تماماً أنا عايز قلبك إيه؟ يخشع عايز تمرين عايز تبتدبر توقف وقال يا الله يعني ربنا سبحانه وتعالى عمل في فرعون ومادأوا كده يا الله ليه؟ فاستخف قومهم فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين الله يعني من أعمالهم سلط عليهم يا خبر إذا مش من ظلم فرعون بس لا من فعل التابعين الذين ينافقون ويدبجون سبحان الله فالمؤمن الصادق لابد أن يخشع قلبه لذكر هذا ألم يأني ألم يأتي الوقت يعني ألم يأني للذين آمن أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزر من الحق لما تذكر الله ويدكر الله أمامه كان عمر الله يرضى عليه عنده خطين تحت عينيه خطين دول تحت عينيه من كثرة البكاء البكاء عمل مجرى في عين عمر كثرة البكاء من إيه؟ يقول له نادى منادين يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا ألا خشيت أن أكون هنا هذا الواحد يا الله مش إحنا كل واحد صدى رقعتين ولا مرة واضح على الصلوات في المسجد خلاص الحمد لله شو يا أستاذ أنا رحت العمر من شهرين صدرت هناك بتاع يمكن متين رقعة شو الرقعة يا أستاذ بمئة ألف وانت تابع المصرف المركزي يحسنها بالعدد فالقضية عايزة يعني أنت أولا اصنع الخير وأدعو رب العبادة عز وجل يعني سبحان الله العظيم يعني يتقبل بس طيب في نوع من القلوب اللي هو القلوب القاسية قلت فيه رطيف فبما نقضيهم ميثاقهم لما الكلام عن اليهود والعذب الله لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يا الله القضية مش عدمة الإسرائيل بس لا أي قوم أي أمة أي جماعة يعني يعني تنقض ميثاقها مع الله عز وجل سبحان الله ربني أجعل قلوبهم القاسية لا تقبل الحق أضرب لك مثال فردنا جدل أنا أعمل في هيئة أو مؤسسة اشترطت علي شروط معينة يعني عشان تعمل عندنا تاتي الصباح الساعة السابعة وتترك العمل الساعة الرابعة ديك ساعة راحة في اليوم ديك يوم في إجازة في الأسبوع أو راحة ديك في السنة كذا وراتبك كذا تمام جيت أنا رحت ملخبط الميثاق بيني بين المؤسسة أروح الساعة عشر صباحا وأمشي الساعة الواحدة أروح ساعتين وأمشي أخذ ساعتين راحة وثلاثة بدل ما يغيب يوم في الأسبوع أغيب لثلاثة أيام يعملوا أهل المؤسسة ينذرون الأول ما فيش فايدة يحولون للجهة القانونية ما فيش فايدة يتم الفصل خلاص ولله المثل الأعلى رب العباد أوجدني بعقد عبودية أنا موجود في الدنيا بعقد عبودية هذه العبودية يجب أن لا تخرج عن حدوث هذا المثاق سبحان الله فإذا تخرج عن حدوث بهذا المنطق سبحان الله فإذا هذه هو القلب القاسي والقلب القاسي اللي هو إيه لما البنت يجيلها عريس مناسب لا 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 ده من السلطة القوم ده ينتسب إحنا إحنا عائلة فلان يجيلنا هذا العريق ده يا ابن الحداد هو مش ابن تسعة برضه يعني مش أنت برضه ما كانت تبط أمك تسعة شهور من الطين وهو من طين أنت ليه يعني أنت من قطعة ذهب وهو من قطعة حجرة يابن يا أخي كلكم لآدم وآدم من ترى لكن له هو عامل أنه سبحان الله هذا قلب قاسي قلب قاسي له مع زوجته متعبة مع عياله متعبة مع أقاربه والعياذب الله يعني لا الأمر عشان لا أكون متعبا معكم أدعكم تستريحون مني قليلا ثم تعودوا إليه إن شاء الله بعد الفصل حتى نرى ما أنواح هذه القلوب العجيبة التي تحويها صدورنا اللهم ألن قلوبنا لذكر واجعلها خاشعة لينة لك يا رب العالمين والعبادك أنت ولذلك والقدر عليه خذكم معكم على الفصل إن شاء الله أهلا بكم مرحبا بكم أحبيتي في النهاية مرة أخرى ونحن نتجول بين عجائب القلوب أو القلوب وعجائبها في قلب يسمى القلب اللهي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه لاهيتن قلوبه يا الله إلا استمعوه وهم يلعبون لاهيتن قلوبه يا الله القلب اللهي لما جاء يذكروا بالله ويا فلان عندنا درس علم في المنطقة يا عمر الله يرضى عليك يا عمرش يهدو الناس يبدو عليهم مش عايشين في المجتمعات وعايشين في برج عاجي كدمونا بس عن الحلال والحرام يشوك يا عمر الله هو أنت تظن أنك تستطيع أن تعيش في العالم من غير دين يعني يعني الدين هو يعني هو عامود وركن الحياة الأساسي وإلا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا قال دنيا دي من لم يحيي دين لما كنتش أنت تحيي الدين فضيع الدنيا الناس كده تظلم بعضها ويتعدى ناس على بعض وهذا يرتشي وهذا يسرق وهذا يقتل الله احنا شايفين بعض طغات العالم اللي بيقتل شعوبهم من ايه من عدم وجود الدين لو ده ربي صغيرا بين أبن يعرفوا الدين لكن عمره ما شاف أبو لي صلي ولا يقول الله والله أعلم بمذهب وملته وبعدين تحكم في رقاب الناس ماذا صنع قتل الناس ليه لغياب الدين فتالبا تسمع ان طبيب مهمل ترك مش عارف ايه في بطن المريض في العملية ومعندوش دين لو عندو دين كان يدقق ان الله يحب اذا عمل احدكم ان يتقنه الواحد لما يعمل عمل لازم يتقنه فالقلب الله ده قلب لما تذكروا بالله يا شمئز واذا ذكر الله وحده وشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون سبحان الله فانا اريد من هذا الحوار كله ان اقول ان الانسان لو اصلح قلبه وجعله سليما والله امن هو وامن وامن من حوله وامن الناس منه ليه لانه لما يكون قلبه مريب محبة الناس الناس يحبه ويوضع له القبول في الارض لما يكون قلبه مريب التغافل والتغافر والسماح للناس والعفو عن الناس والسعاب الناس يعني سبحان الله بهذا المنطق يصير قلبا سليما ان شاء الله وعشان تصير قلوبنا سليمة بدأت ان شاء الله الاسئلة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله مفاضمة من ليبيا السلام عليكم وعليكم السلام ايوه اهلا وسهلا يا بنتي بالله يا شيخ خبط لكم من فترة اكتشافة ان زوجي يكلم في البنات ومش كلام بس معناها حتى يمارس معها في الجنس عن طريق التليفون نعم حوله صراحة ما قدرت نواجهة بالموضوع ومان يجدر ان تقبله فمان يعرف شو الحل هل نصارحة بالموضوع هل نسكت ونستمر معها عادي ما كأن اسمعت شيء عندك اولاد يا بنتي منه عندي بنتيني رب نيبالك فيهم يا رب طيب يا بنتي حاطر طب هو المشكلة يا بنتي حاطر انا اقولك ادري تعمليه لكن هنقول له وهو رجل اكيد لا يسمعي عندك الحاطر انصحك يا بنتي حاطر شكرا 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 بارك الله فيك يا بنتي امو محمد من الشارق السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم بحبك لله يا شيخ خفضي صوت التليفزيون شو يا محمد خدار يا محمد اهلا وسهلا بحبك لله يا شيخ بحبك لله الله يبضى عليك يا رب يكريمك يا بنتي الله يخليك بطلب منك يا شيخ تدعي عندي بنتين ودايما بتقدموا لهم خطاب يعني بتحت العترات وعترات كده يعني ما بتتمم فبتطلب منك تدعي لهم في سلطة الليل ربنا ايو ربنا يوفقهم ويديهم أولاد الحلال يا رب رذوقهم بمن يعينهم على طاعة الله هم وبناتنا وبنات المسلمين ان شاء الله حاطة دعينه للوالدة وجميع المسلمين يبارك ليس يا رب الله يبدو عليك يا رب تفضل ومجراء هذه في قلوب يا سيدي الكريم ماتلين إلا بليان الحديد سبعان الله لا إله عن الله محمد رسول الله كيف اللين هذه القلوب الحجرية لآخر حتى يورثونها لعيالها مايس سؤال الأول سؤال الثاني القلوب الطيبة قلوبكم وقلوب جميع المسلمين ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تحس في الراحة الأطمأنية ويجذبك الإنسان يعني الإنسان نعم صدخت لكلامه لأخلاقه نعم 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 نبي نزرح هذا الشيء كيف نزرح في عيالنا اللي حوالينا في أسرنا إذاك الله على ما يرضى عليك أبو جراح شكر الله لك وعليكم السلامة وبركاته أم خالد بن ديبيا السلام عليكم السلام عليكم والسلام عليكم السلامة ورحمة الله وبركاته سؤال الاخر يا سيخ نحكيك على موضوع القلوب يا سيخ ايوه يا سيخ ما اعرف ان تدير شيء يعني ما يريش الناس بس يقدر جوه يعني هو مش حرام يعني فتعني القلب يعني عيدي يعني مش لا يعني يخطر في قلب الانسان خواطر معينة ولكن يعني قد يحاسب عليها ام لا ايوه طيب طيب حاضر 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 بزاك الله خير شكرا الله يباريك يا رب حاضر باركة بطيئة ايوه طيب نجيب الى ان طيب حاضر الى ان تأتي مكالمته الحاضر ام فاطمة على طريق الجاسوسية المعروفة طيب تأقنت ان زوجها يقلم في البنات تعمل ايه اولا كل من ادم خطاء وهي من الواجب احنا لسنا المقصلة الفرنسية للثورة الفرنسية ضد لويسس 14 لا ولسنا الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي كان لما يعجبه انسان لا يعجبه انسان يفصل رأسه عن جسدي كأنما خلق من غير رأس ايضا هذه الاحكامات انفحت ولحنا النظام السوري الناس مجرد تطنع في الشوارع الرجل يقتل الصغير والكبير اردو الكلام برضو انا مش منطقي نحن لسنا كل هؤلاء نحن اذا سددوا وقاربوا يعني ايه يعني ايه يعني ايه وقال اصبت حدا يا رسول الله قال هل عندما جئت توضقت او تطهرت وجئت فصليت معنا قال نعم يا رسول الله قال ان الحسنات يذهبنا السيئة الله فاحنا الاول انت يا بنتي تدعو له بالخير الدعاء بالخير ان شاء الله وانت سجدك كده ان ربنا يهدي قلبه وربنا يشرح صدره واجعل قلبه لين وقلبه سريد باذن الله رب العالمين الامر الثاني لا تعمليه باحتقار لا لان هو لا تكون معوانا مع الشيطان عليه لان هو اذا شعر ان زوجته هي ناظرة المدرسة مديرة المدرسة وهو التنميذ بتاع اولى ابتدائي ما ينفعش احنا مش لعدين له بالمصطرة والعصى اما يا ولد تتأتب لا هذا امر الامر الثالث بطريقة غير مباشرة يعني يعني نلين قلبه باذن الله رب العالمين ورب نهدي الحال ايه مكالمة نعم زهرة من سويسرا السلام عليكم السلام عليكم يا سلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا سعيدة بالحديث اليك الله يبدع عليك يا منتي يكرمك اهلا وسهلا من فضلك انا اريد ان اسألك سؤالا انا اقيم هنا من سنين ايه ومتزوجة تقريبا ثلاث سنوات ونصف زواج اسلامي سرعي لكن غير موثق غير موثق الجهات المدني وانا عندي مشاكل مع زوزي لانه لا يريد التوطيق يعني ومؤخرا اعرف انه يعني بيحاول انه ما نجيب اولاد مع بعض فعندنا بعض المشاكل حاليا منفصلين ولكن لم يرمي علي من طلق ولا شيء وانا حائرة لانه لا ادري ماذا افعل انا اصلي ومحزبة الحمد لله السؤال يا زهر معدلة هذا الزوج له اب وام على صلة انت بهم اما مالوش حد كبير ابوه وامه في دمات الله طيب هو يصلي ملتزم هو يصلي ملتزم ويخاص الله ولكن لا افهم طيب انا ارجو انه غامض انا لا ادري هل هو لا يريد توطيق الزواج اي ماشو طيب انت ابنتي في جينيف ام في لوزان ام في زيوريخ انا في جينيف طيب انت روح على المركز الإسلام هناك شيخنا الفضلاء الى فى المركز وانهم الله يشهوننا هذا الموضوع طالما انسان يصلي سوف اسمع الاشيوخ والحمد لله ان طالما ملتزم يبالوا كبير ولما الانسان يكون كبير وعالم الدين هذا شيء عظيم يا بنتي ما شاء الله اذهبي هناك وهو ان شاء الله الشيخ والشيخ الفضلاء اللى فى المسجد باذن الله يقوبوا هذا الخير بإذن الله. محمد بن دبي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولان. الله يرضي عليك يا ابني اهلا وسهلا. بداية الله يا مولانا بالنسبة للقلوب انا عندي سؤال واحد فقط. نعم. نعم. علاج ادبار القلب بعد اقباله. نعم. يعني انا في الاول كنت الحمد لله احفظ القرآن الكريم كاملا. نعم. ومقبل على الله. من فترة كده انقلبت رأسنا على عقل. لا ابني ان شاء الله تنعد بإذن الله يا ابني. بإذن الله حضر محمد. ابني يقوي قلبك يا ابني. جعله مقبل ان شاء الله. طيب. الشعبان من دبي السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادعيلنا يا شيخنا يا ربنا يخليك. يا ربنا يباري فيك يا ابني يصل لك. يا شيخ ربنا يخليك بس محتاج بس وصة او شيء بمشاكل عائلية بينه وبنزهك ما تنتهيش نهاية. عايزين نوصة كده او دعاء اذا اتفع الازواج يا شيخ اتفع الازواج أنت لتستحيل شيء ليس انا اذا انت شعبان عصبي. اه عصبي. وجهتك عصبة. وجهتك عصبية عصبية من عصبية. الله يكون أنفعلنا يا ابني. طيب حاضر. ربنا ربنا colorednashi الله يا ربنا hadeي في الحال. دعاء الله يا ربنا تن socks الله يا شعبان. طيب يا شعبان حاضر. ربنا من here ita الحالة من الشارقة كلما تقدم الخطاب الى ابنتها تعثرت الخضة ام محمد احنا نتخلم عن الرزق والزواج رزق فاذا رب العباد سوف يأتي بهذا الرزق في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي يريده لا انا ولا انتي ولكن الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى التزويد والزواج رزق ويأتي في الوقت زي الولادة الولادة لها موعد ينزل الجنين من بطنهم في اللحظة هذا رزق ويأتي في الوقت الذي له الله فلا تخلقي ولكن دايما علينا بكثرة الدعاء ان شاء الله الابو جراح ليتعجب من القلوب التي كما هي الحديد كيف تلين والله لا تلين القلوب الا بكثرة الاستغفار ذكر الاخرة والدر الاخرة الجلسة مع الصالحين ده اذا كانت قلوبنا اذا كانت قلوب الغير ندعو لهم بالخير ان شاء الله بيجنبه كيف ننمي في الناس وفي الجيل القلب الطيب احنا دايما نعمل امام الاطفال ان نعفو عن الناس ان نتكلم عن الناس لا نخوض في اعراض الناس لا نسفه اراء الناس مش لما يطلع متحدث في التلفزيون لا يعجبني رأيه وسفه رأيه وقلل من شأنه او لا دا كان معي في المدرسة وكان خيبان وكان بيرسب وانا كنت متفوق عليه بس هي المخدر لا اله الا الله فالولد يطلع الى جاء ابو كده منضبط المقالب الديبيا تقول هل خواطر الخلوب نحسب على مين قرى من الله ان الخواطر لا نحسب عليها اقول لكم اننا هنروح في دهية لكن من كرم الله ان الخواطر لا نحسب عليها حتى وصل الامر بالصحابة انهم كانوا يفكرون في ذات الله قال هذا دليل الايمان يعني ان شاء الله رب العالمين نصحنا ابنتنا زهرة من سويسرا ان هذا الزوج لا يريد ان ينجب اولاد وتعيش هناك في قلق لعدم توثيق الزواج فانا ارى ان ان شاء الله في المركز الاسلامي اللي في جينيف وانا اعرف ان فيه ائمة فضل وعلم هدى يروحوا ان شاء الله ويحلوا الموضوع باذن الله مشكلة ابننا محمد من دبي علاج ادبار القلب بعد اقبار ده مشكلة الجميع محمد ليس مشكلتك انت القلوب ابني لها اقبال وادبار احيانا يحبب اليك العبادة قرات القرآن صلاة الرحم العفو عن الناس كثرة الذكر ميارس العلم تنتقل من قناة فضائية تتكلم في الدين الى قناة فضائية اخرى تتكلم في الدين وفجأة تجد ان القلب خف واصبح في حالة فتور وبعدين اصبح حالة ادبار يقول عليه الصلاة والسلام ان للقلوب اقبالا وادبارا قلوب لها حالات اقبال وحالات ادبار فاذا اقبلت فتنفلوا واذا ادبرت فادوا الفريضة يعني القلب لما يقبل عليك ايه بكثرة حسنات والخير لان اعمل رصيد ولما القلب يدر خلاص عليك بالفريضة كويس بيه لان القلوب قد تكل فاذا كلت القلوب تمل فاذا ملت عميت فلا ترى الحق حقا ولا الباطلة باطلة فلا اجبر قلبي على شيء وانما خدها ايه تاتب التبعية عمزة المريض الطفل المريض نعطيه الدواء بايه مش بالعنف لا يعني محايلات ومدعبات ومساسات وبعدين نعطيه العلاج ان العلاج ثقيل عليه سبحان الله فالقضية عايزة ايه مداوات القلب بهذا بايه بهذا الامر ولدنا شعبان من دبي عايز ايه وصفة كده يعني رشدة لمشاكل مستمرة اللي بينه وبنزوجته هو المشكلة في شعبان سألت سؤال محدد عشان احنا عارفين القصة بتاع ايه لما الزوجين او احدهم يكون عصبي لما الزوج يكون عصبي تبقى مصيبة لما الزوج يكون عصبية تبقى مصبتين لما الزوج والزوج يكون عدتين عصبيين تبقى ثلاث مصايب فمنحل ازاي اول شيء يا محمد الحمد لله انك انسان واضح المعالب فعلا انا عصبي ولانسان لما يكون عنده داء معين ويعترب به ده نصف الحل نصف الحل في اقتناعي بهذا الداء وبعدين ابحث عن الحل ده الربع الباقي الربع الاخير في تطبيق الحل يعني ابتنى ان انا مريض ده خمسين بالمئة من الحل وبعدين اروح للجهة اللي تشخص المرض يبدأ ايه خمسة عشر بالمئة الخمسة عشر الباقية عبارة عن اخذ الدواء ما هو الدواء تعهدوا يا ولدي انت وتوشتك لما واحد يبتدي يشتد التانية تركه اقول طب خلاص يسمع فقط ولا يرد يعني ازوشتك عصبية رفعت صوتها عليه اسكت الاول لا ترد في هذه الحالة خلاص ولما يهدأ الجو ابتدي لادرس الموضوع بفدوء والعكس اذا كنت انت البادئ بالعصبية وبالانفعال هي من الواجهة ايه تتركك لغاية ما تهدأ لكن الكارثة ان اذا كان انت عصبي وهي عصبية واتخبط البعض مش نوصل لبر السلامة بالعكس يبا اذا انا انا اريد ان اقول انا اريد ان اقول ان الانسان المؤمن الصادق هو الانسان الذي يستلهم الكرم من الله سبحانه وتعالى والانسان الذي يستلهم كرم الله عز وجل وفضل الله ليه لان القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن ايهما ثبت ثبت وايهما عزاغ عزاغ وذكر حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول كان يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك فالإنسان يستلهم تثبيت القلب من رب العبادة سبحانه وتعالى أما بقية القلوب وعجائبها سواء القلب المنافق القلب المريض القلب البعيد عن الله عز وجل القلب اللي فيه زيغ والعياذ بالله لما ربنا نزل آيات الكتاب فيه آيات محكمات وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون الفتن ويتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتن وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إذا الله والرسقون في العالم يقولون كل من عند ربنا إذن القلب اللي يزيق اللي يحب إيه يسأل أسئلة لا تودي ولا تجيب ولا تعود عليه بالفائدة الصحابة سألوا الرسول أسئلة محددة ونقلهم النبي من المهم إلى الأهم قال يا رسول الله متى الساعة قال عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها قال ما أعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام فقال أعددت لها حب الله ورسوله قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحيين وأبناءنا أزوجات صالحات وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أمن بلادنا وبلاد المسلمين وأمسك يا ذا الظالمين التي تضر بأبنائنا في سوريا وفي غيرها وأختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين لا تنسون من صالح دعائكم ونسدعكم الله أتذي لا صديع ودائع نلقاكم في حلقة خادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة